ما نتكلم في المشكلة دي عندنا زميلتنا نروح مريم سميح من أهل الجزيرة عندنا كده ليلة أمسية جميلة أجواء برضو أجواء جوالنادي إيه والأخبار إيه طبعا ليلة مباراة مهمة نروح لمريم برحب بيك يا أحمد برحب بيك يا كابتن عيسى وبرحب بكل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان وطبعا يعني احنا في أمسية رمضانية جميلة جدا من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة أن احنا في فعاليات حفل فرقة الحضرة للإنشاد الديني حقيقة أجواء كلها تجلي واندماج مع الأغاني الحفلة والأنشيدة اللي بتقدمها طبعا حفل يعني أو فرقة الحضرة طبعا يعني برضو حاضر أعضاء مجلس الإدارة سواء طبعا العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كمان المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق وكمان الأستاذ محمد غزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المهندسة مية عاطف والأستاذ طارق أنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة يعني الحفل بدأ منذ حوالي ساعة أو ساعة ونصف وكان فيه إقبال كثيف جدا من قبل أعضاء النادي الأهلي خاصة أنه يعني الحفل نجح خلال الحفلتين الماضيتين سواء في الحفل الأول في فرع الشيخ زايد أو الحفل الثاني يوم الخميس الماضي في فرع مدينة ناصر وطبعا زي ما احنا بنقول ختموها ميسك هنا بمقار النادي الأهلي بالجزيرة الحقيقة يعني إقبال كثيف جدا وكبير جدا من قبل أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة خاصة يعني أن كمان الجو مساعد وأكيد النهاردة يوم خميس فكل دي عوامل ساعدت على حضور هذا الحفل الكبير كمان مش عايزين ننسى يعني اللي نظامه هذا الحفل الكبير سواء اللجنة العليا اللجان طبعا تحت إشراف الإدارة التنفيذية للنادي وأكيد طبعا إدارة الخدمات بمقار النادي الأهلي هنا بالجزيرة كان ليهم مجهود كبير جدا قبل الحفل بساعات أو يعني منذ ساعات الصباح الباكر خاصة أن هم استعانوا بكراسي إضافية لأن طبعا الحفل يعني بيقام في ألساحة الرئيسية أمام الشاشة الرئيسية في مقار النادي الأهلي بالجزيرة لأن طبعا الأعداد بتبقى أكبر من أي أيام بتبقى الأيام العادية أكيد النهاردة الحضور أكبر من أي يوم الحقيقة يعني كل الناس هنا مبسوطة جدا أعضاء النادي مبسوطين جدا زي ما قلت في البداية كل الناس مبسوطة جدا بالتوشيح اللي بتقدم لأن كمان في مدائح من التراث السوفي وكمان في قصائد كتير جدا لعدد من كبار المشايخ بيقدمها طبعا فرقة الحضرة وطبعا فرقة الحضرة أكيد لها تاريخ كبير وطويل يعني وبيقدموا أمسيات رمضانية كبيرة جدا وده اللي شجع عضاء النادي الأهلي أن هم يكونوا حضرين طبعا زي ما أنا قلت في البداية بعد نجاح الحفلتين المضيتين خاصة في فرعة النادي الأهلي بالشيخ زايد وفرعة كمان النادي بيش بمدينة ناصر والنهاية النهاردة من حفلنا وزي ما احنا شايفين اقبال كثيف جدا من قبل الأعضاء جميل جدا يا مريم وأكيد النادي الأهلي ومجلس دارة النادي الأهلي حريص جدا على أن أعضاء النادي الأهلي في كل فرق يعيشوا الأجواء الرمضانية الجميلة وبالتأكيد فريق الحضرة يعني بيقدر يقوم بالليالي وأمسيات رمضانية كابتن عيسى مهمة جدا فابنشكرك جدا يا مريم نشكرك يا مريم تمتعي بقى بالحفل أكيد طبعا يعني أجواء جميلة ويمكن كان مهم أن احنا نروح النادي الأهلي دور النادي الأهلي دور اجتماعي دور رياضي دور ثقافي كان مهم جدا كان دينا مبارا بكرة مهمة بس ده برضو عضاء جميلة وممالح عليك يمكن كان في مديد مصر ودوقتي في الجزيرة وطبعا أعضاء يعني يعني النادي الأهلي طبعا موجودين وحضرين الحفل وفيش طبعا يخلصها هتقدر موجودة بعد الحلقة نوحنا وإنت ولا الوضع هيبان أنا الصحر الأول طيب يا رب دايما يا رب تكون أجواء احتفالية وتكون أجواء أفراح النهاردة وبكرة